ذي تطور فاجأ المراقبين السياسيين لم يمهل القصر الرئاسي أهم مستشارين رئاسيين للاستفادة من الوقت بدل الضائع الفاصل بين استحقاق التقاعد والاستفادة منه وهو الوقت الذي تم تمديده لبعض كبار القادة العسكريين والمسؤولين الإداريين من أمثال الجنرال جاقا جينغ حينما كان قائدا للدرك الوطني ومحمد لبيليل خلال توليه حقيبة الداخلية سرعة استفادة المستشارين بومية والبياه وعبد الله والبن حميدة من حقهما في التقاعد ولدت العديد من الأسئلة المتعلقة بقرار الاستغناء عن خدماتهما وهم المقربان من الرئيس محمد والعبد العزيز والممسكان بملفات كبرى كما يقول البعض لكن أكثر ما يلفت الانتباهة هو أن الرجلين كانوا يمثلان اتجاهين متصادمين داخل القصر الرئاسي وبذهابهم المتزامين تبقى الأنظار معلقة إلى من سيخلفهما وهل سيورذان رؤيتهم المتناقضتين لخلفيهما خاصة إذا ما تعلق الأمر بملف التعليم ففي حين انتصرت إرادة ول بن حميدة المتمثلة في إبعاد القائمين على التعليم منذ الاستقلال حققوا اللبياء خطوات هامة على طريق إنجاز مشروع دمج التعليم العالي وهو المشروع الذي بات استكماله محل استفهام بعد مغادرة مهندسه والمسؤول عن تجسيده ورغم أن الرئيس العبد العزيز اختار الرجلين على خلفيات الخبرة بالعديد من الملفات إلا أن اختياره اللبياء جاء على خلفيته الإسلامية فهو قيادي سابق بالتيار الإسلامي وجاء تعينه في سياق الحراك السياسي المتأثر بالربيع العربي في إطار رسالة للإسلاميين المعارضين بإمكانية دعم النظام كبديل سياسي جديد وفي الوقت ذاته إحداث شرخ في وحدة الصف الإسلامي بين يدي الانتخابات المرتقبة آنذاك فيما يرى البعض في تمكين الرجلين من حقهما في التقاعد بصورة متزامنة نوعا من محاولة تغليف الاستغناء عن خدماته اللبياه بإخراجه البنحميد من القصر الرئاسي والإبقاء على دوره الاستشاري التنظيري ولو بصورة غير رسمية ترجمة نانسي قنقر